تحية لكم مجددا أعزاء المتابعين والمتابعات كنا تحدثنا قبل فترة عن وضع الأطفال أطفال السوريين في مرحلة التعليمية الذين ما زال يواجهون بعض المشاكل التي تحول والتحاقهم بالمدارس سواء كانت أمور قانونية أو أمور متعلقة بقضية الدمج قبل أن أبدأ هذا المضود دعوني بداية أرحب بضيفي هنا في الأستوديو الأستاذ طاها الغازي الناشط في قضايا حقوق اللاجئين والموظف في مديرية التربية بممطقة كتشكتشك ماجهة تحية لك أستاذ طاها الله تكريعا فيه شكرا قدومك في وقت الحضر بحد ذاته له غاية التقدير والترحيب أستاذ طاها الله خليلي يا كبار فيك أعزاء المتابعين والمتابعات تم إعداد تقرير يتحدث عن واقع التعليم بالنسبة للطلاب السوريين دعونا نرى ولنسمع هذا التقرير في مادته الثانية والأربعين ينص على أحقية التعليم لأي طفل يقيم على الأراضي التركية أي كانت ديانته أو عرقه أو مذهبه غير أن الأطفال السوريين باتوا مهددين بفقدانهم حق التعليم وهو الحق الإنساني الذي تضمنه المنظمات الدولية والدساتير في أغلب بلدان العالم شهد ملف تعليم الأطفال السوريين تجاذبات مختلفة خلال الفترة الماضية الإحصائيات التي أصدرتها جمعية هيبيميز جيجمنز كلنا مهاجرين تؤكد أن هناك ألفا وأربعمائة طفل سوري في تركيا غير ملتحقين بالصفوف الدراسية المدارس المؤقتة كانت الملاذ التعليمي للطلب السوريين الذين لا يمتلكون أرقام وطنية وهويات شخصية أو ما يعرف بتي جي لكن الأزمة ظهرت عند إغلاق هذه المدارس التي تطلب هذه الوثائق لتقييد الطلبة في السجلات الرسمية على العكس تماما من المدارس الحكومية التي تشترط كل هذه الوثائق لتسجيل الطلبة بشكل رسمي فيها ما خلق أزمة حقيقية لألف وأربعمائة طالب سوري في مختلف الولايات التركية قضية غياب الطفل عن التعليم تخلق مشاكل كثيرة لا تقف عن حدود الطفل أو أسرته بل تطال المجتمع بأكمله وترفع من نسب ضياعه وبقائه فريسة سهلة للمشكلات المجتمعية الجدير بالذكر أن تركيا اتخذت عدة خطوات خلال عام 2016 بدمج الطلبة السوريين من الصف الأول بالمدارس التركية وخلال عام 2017 تم دمج طلبة الصفوف الثاني والخامس والتاسع ومن تبقى من الصفوف أي الرابع والثالث والسادس والسابع والثامن استكمل إدماجهم خلال عام 2018 وفي حلول عام 2019-2020 تم دمج آخر فصول دراسية في إسطنبول مع المدارس التركية فهل هذه الأزمة التي تعصف بالقطاع التعليمي بالنسبة للاجئين السوريين سوف تتفاقم؟ أم أن السلطات والجهات المعنية سوف تعمل على حل هذه المشكلة قبل أن تصبح ظاهرة حقيقية قد تهدد شريحة أوسع مما عليه الآن سؤال سوف يتم الإجابة عليه من خلال محاور لقاء اليوم تحية لكم مرة أخرى عزاء المتابعين والمتابعات وتحية مكررة لضيفنا في الاستوديو الأستاذة طاحا الغازي أستاذ طاحا إذن 1400 طالب كنا أنهينا اللقاء سابقا قبل تقريبا عشرة أيام وتقرير أيضا صلة الضوء على حالتهم من الناحية القانونية للطلاب أولئك اللي عندهم مشكلة بالكملك هل من جديد؟ أستاذ بيلرح حاليا نحن في صدر لأعداد قوائم على مستوى كافة مناطق إسطنبول كمناطق طبعا جغرافية بحيث نحصر كل الطلاب الموجودين حاليا اللي يفاقدين تعليم نتيجة إشكاليات الكملك من هنا لغاية تقريبا شهر حزيران إن شاء الله معظم مديريات التربية الفرعية عن طريق الزملاء الموجودين طبعا في مديريات التربية في المدارس أيضا هي دعوة لكل الزملاء السوريين كالمدرسين المعلمين موجودين في المدارس أي طالب عنده مشكلة بالكملك غير قادر صراحة أنه يلتحك بالمدرسة يريد يكون فيه إعداد قوائم بهذا الموضوع راجال نحن دائرة الهجرة من يعد القوائم؟ القوائم راح تعدها المدارس يعني أنا اليوم مثلا موجود في مدرسة ما والنفض كمدرس سوري موجود في مدرسة أو حتى الإدارة التركية راجعني طالب أو أهل الطالب حتى يسجل بهم لكن الكيملك مشكلة فسابقا للأسف في الشهير كان نشوف أنه فيه نوعا ما من قبل بعض إدارات المدارس أو بعض الموظفين طالب كيملكهم من غير المدرسة تمام مستحيل ما نسجل لك حاليا لا حاليا صراحة نطلب من كل الزمراء الموجودين على غاس عمله سواء كان بمدريات التربية أو بالمدارس أي طالب سوري يجيك فيه عنده إشكالية بالكملك حاول القدم كانت تاخد بيانات الأساسية عنوانه ورقمهاتفه طيب سيكون في عدنا عمل مشرك إن شاء الله بالشهر السادس بهذا الموضوع بإذن الله تقين وعود يعني سواء كان على مستوزات التربية أو حتى على مستوزات الداخلية وسيكون في عدنا أيضا تنسيق عمل عفوا معدات الهجرة بإسطنبول للنظر بوضع الطلاب اللي عندهم إشكالية بموضوع لكملك في التحق والمدارس جميل طيب اللي حيعدوا هاي القوائم لأن فيه تربويين أو إداريين سوريين بيكون بهذا المدرسي بجنبع طولة مين القوائم راح تكون على الشكل التالي كل منطقة مثلا ونفوض منطقة احنا كوتشو تشيك مجا كوتشو تشيك مجا ونفوض فيها تقريبا ما يقارب الاربعين أو ثمانة وثلاثين مدرسة ما بين ابتدائية وعدادية طبعا بدون الثانوية هاي المدارس راح تعد القوام وتجمعها بشكل كامل وترسل المدية التربية الفرعية مديرة التربية الفرعية هي بدورها راح تكون عبارة عن قاعدة بيانات شاملة وكان بكل الأطفال الموجودين في المنطقة بدون تعليم التربية المركزية هي راح تكون صراحة بهذا الموضوع بهذا الدور حاليا طبعا مدير التعليم على الحياة في التربية المركزية تغير إجابة أستاذ ويسي أستاذ جلال أستاذ جلال تعول معنا خلال السبوع الماضي بهذا الموضوع vamos نعني الفكرة أهمية موضوع الطلاب الأطفال غيرون قول لهم Anders مختلال الأطفال غير متحقين بالمدارس خطورتهم المجتمعية حسنا ما ورد بالتقرير أيضا قدمنا له التقرير عن طريق أعداد منظمات حقوقية تركية صراحة عن الحالات الاجتماعية التي اشتفناها للأسف في إستنبول لأطفال وخينا نقول حتى صبايا بعمر 13 أو 14 صراحة كان زواج مبكرة صراحة كانت تحرشات جنسية اتفاعل معنا الموضوع تضح الموضوع بشكل مكثف أنا برأيي إن شاء الله سأعطي نتيجة أساسية إذن نحن هذه الدعوة أن الإداريين السوريين الموجودين في هذه المدارس يجمعوا القوائم بعد ذلك يرسلوها إلى فروع التربية الموجودة في كل مدارس التربية الفرائية عندهم خبار بهذا طبعا نحن بدي سمعنا أستاذ حاليا كل التربية الفرائية عن طريق الأستاذ جلال بهذا الأمر راح يكون فيه بلاغ لكل مدارس تربية طبعا هذا الأمر أستاذ بلال خير يكون متفق أساسية هاي العملية ما هي متوقفة أو مقترنة صراحة فقط بموضوع المدرس الموجود بمدرسته أنا قد أكون اليوم في أحد الأخوة يسمع والنفروض كلامنا ممكن الأخ يعرف عائلة سورية عائلة سورية قد يكون والنفروض في منطقة ما فما هي وظيفة فقط على عاتق المدرس الموجود بمدرسته ممكن أنا جاري ممكن يكون أخوي ممكن يكون قرابي أي طفل صراحة بالنسبة إلى الآن غير مقيل بالمدرسة هو بالنسبة إلى صراحة واجب مهني يعني نحن بس حتى نؤثرها تنظيميا أستاذي أنه في قوائم الآن هذا الشخص بعد شخص تواصل لديه قائمة فيه مثلا عشرين اسم شو أعمل فيه أخذت القائمة أنا ونروح فيه القوائم راح تجي على مدير التربية الفرعية مين سيأخذها مدير التربية الفرعية سيكون هنا مدير تعليم مدى الحياة نختط تنظيم كيف سألستاذي التربية المركزية أستاذ جلالدين حاليا هو الموجود هو مدير دائرة تعليم مدى الحياة الجديد بكل تربية فرعية في عنا أيضا مدير دائرة فرعية سمي رئيس قسم أو الشيف في اللغة التركية القوائم راح تجي على مدير التعليم هذا الحياة بالتربية الفرعية أيوة يعني مين الحياة يأخذها يوصلها هي الإدارة المدرسة راح توصلها لكن هون العتق الأساسي ونقول العمل الأساسي راح تكون راح تكون صراحة بين المدرس السوري والأهالي اللي راجعوا المدرسة لأنه خلنا نكون منطقيين في بعض الأحيان دائما لغة التواصل تلعب دور كبير بهذا الأمر أنا ممكن تجينا أسرة على المدرسة فالمدير اللي يقول والله مثلا يشوفه كم لك من غير محام فضاح يقول لنا أعتذر هون المدرس السوري هو العتقل طبعا كل إدارات المدارس خلال يوم الاثنين أو الثلاثة راح يتم إبلاغها أي حالة تماما أي حالة هذا الكلام كان خلال اليوم الأربعاء الماضي بتقيد مع الأستاذ جردين أي حالة صراحة لطفل سوري غير مقيد بالمدرسة لازم يتم عداد قوائم وإرساله مباشرة لتلبية مركزية من هون لشهر السادس جميل جميل إذن هيك وضحت الصورة طيب إذن يعني إن شاء الله بش ريات خير تم الخير إن شاء الله بإذن الله بإذن الله أنه على الشهر ستة يكون حلت العديد من المشاكل العالقة طيب أنا أريد أن أتحدث عن موضوع آخر أيضا أستاذ طاهد وهو موضوع الدمج هل عمليات الدمج التي حدثت خلال الفترة الماضية إذا أردنا أن نقيم نجاحها كم تقيمها وهذه النسبة التي ستذكرها يعني على أي أساس واعتباراتك أستاذ بلاد طبعا موضوع الدمج خلينا بداية بس نعطي فكرة بسيطة عن كلمة الدمج الدمج طبعا بدأ موضوع مدارس السورية وخلينا نقول نظام البيكتس الخاص بتعليم التفاعل السوري من تاريخ 23 أول 2016 طبعا هون كانوا في عنا قاتشيجية مركزة بالقاتشيجية مركزة أو المدارس السورية المؤقتة ما كان في عنا عملية الدمج صراحة ليش أنا كان طلاب معزولين حتى المدارسين معزولين صراحة بدأ موضوع الدمج بالفترة اللي كان فيها أذكر علي رضا ألطنال اللي هو كان مدير دارة رأي ملل حياة بوزارة التربية بأيلول 2017 مثل ما ورد بالتقرير قبل شوي أن الدمج صار بشكل تدرج يعني كل سنة يلغو صفين مدارس مؤقته والحكوم بالمدارس الحكومية وصلنا لغاية عام 2019 2020 الدراسة طبعا هون انتهى عدنا شيء اسمه مدارس مؤقته اليوم موضوع الدمج أستاذ بلال خلال احنا متابعتنا لقضايا الطلاب السوريين لاحظنا أنه موضوع الدمج صراحة قام يختلف أو يتباين من المنطقة لأخرى يعني الدمج مرتبط صراحة بواقع مجتمعي من الخطأ اليوم احنا لما نجي نقيم موضوع الدمج يعني معظم للأسف الشديد النقاشات للدور سواء كان مع طرف التركية أو سواء كان مع بعض الزمراء ضمن إطار التعليم من أخوة السوريين يفكر أنه موضوع الدمج أنه يا ترى هذا الطفل استفاد من التعليم ولا لا هذا خطأ الدمج هو بالأساس حالة مجتمعية طيب إذا كان الدمج حالة مجتمعية هل يا ترى أنا أفرض سياسة الدمج على طرف واحد فقط اليوم أنا كظيف وعندي موضيف احنا اللي شفناه إلى الأسف الشديد أنه دائما آليات الدمج وقواعد الدمج تفرض فقط على الطرف الأول هو الزيف لكن الطرف الموضيف ما كان في له أي صراحة قبول بهذا المر كان في عنا عدة نقاط أساسية بموضوع الدمج يعنينا منها مثال لما كان في عنا مدارس مؤقتة القيشيجية المركزة كانوا أحيانا طلاب السوري مثلا يداموا بموضوع نفس البناء بنفس البناء يكون في عنا طلاب سوريين طلاب أتراك هم صراحة كانت بوادر المرحلة الأولى من عملية خلينا نقول الفشل النسبي ما رح نقول فشل مطلق فشل نسبي لأنه كانوا طلاب السوريين خلينا نقول طابق محدد من المدرسة ما يحقل الطالب السوري ينزل على الطابق اللي أحتحت منه إذا كان في الطلاب أتراك في بعض المدارس أيضا للأسف الشديد شفنا إذا كان مثلا عندنا طلاب سوريين بالباحة وطلاب أتراك طلاب السوريين معزولين بزاوية من الباحة وطلاب أتراك معزولين بزاوية الباحة حتى على مستوى أحيانا في بعض المدارس الطالب المنزل على الكانتين على المطعم يعني الطالب السوري أو المجموعة السورية لما تنزل لازم ما تنزل مع المجموعة التركية هون هذا الأمر صراحة أستاذ بلال خلق تساولات عند الطالب السوري أنه طيب ليش يفصلوني يعني ليش في عزل بالموضوع الطفل بالنهاية بده يتسأل طيب أنا ليش ما ألعب مع الطفل التركي ليش لمن طفل التركي ينزل ما أنزل ألعب معه ليش مثلا ما أنزل مع المطعم ليش ما يحقق ليه يفوت على الصف للأسف الشديد أنا برأيك متابع لقضايا الطلاب أنه موضوع الدمج قلنا نقول بشكل نسبي بالفترة الأولى كان جيد تمام كان جيد يعني فترة لالفين وقلنا نقول سبات عيس ثمانة عش لكن في المرحلة الثانية إذا قسمنا موضوع الدمج لمرحلتين 2017 2018 2019 2020 طبعا بالل ما ظل المدارس مشان الكورونا المرحلة الثانية بمراحل الدمج للأسف الشديد انحدر بشكل بياني السبب بموضوع الدمج عفونا المقاطع يعني هو ما عن في مراكز تعليم مؤقت صار كل الطلاب يحضروا بنفس الصف ليش النقطة وين صارت ذكرنا قلبي شوي إن موضوع الدمج هو حالب واجتماعي لما نكون أنا في عندي آلية الدمج الطالب السوري بالمجتمع التركي أو بالطالب مع الطالب التركي لازم نبحث عن عوام المؤثرة تمام لموضوع الدمج يعني اليوم أي مشروع بدون ينجح بدون يبحث عن عوام النجاح وممكن لا سمح لكم في عندي عوام الفشل موضوع اللغة كان عامل أساسي تمام هاي نقطة أساسية طلابنا السوريين يعني احنا شفنا مثلا لمن يوجدين طفل أنا على التربية كثير من طلاب السوريين آخر فترة مثلا خلال ثلاث سنوات ثلاث سنوات أربع سنوات في طلاب السوريين مقطعين من فترة طويلة عن التعليم صحيح فيجي الطالب على التربية على مدير التربية نعمل له امتحان سبيل تسبيل كوميسيوني عبارة عن تحديد مستوى يتم فرز الطالب مباشرة لمدرسة حسب عمره حسب فئة العمرية طيب أنا ممكن كثير من الحالات كانت تجينا طلاب المرحلة العدادية صف خامس أو سالس فالطالب يجي مباشرة يكون منقطع عن التعليم ما عنده أي إدراك للغة التركية ينحط بالصف الخامس والصف السالس هون موضوع اللغة صراحة اللعب دور كبير بهذا الموضوع بإفشال عميلة الدمج برأي كان الأفضل معظم الطلاب السوريين قبل إلحاقهم بالمدارس يتم صراحة التأهنهم من قبل يعني خليقوا المدارسين باللغة التركية لكن المشكلة كانت بصراحة أيضا من الأهالي الأهالي كانت شو بدهم إنه بدي ما يضوع السنة أكثر ما ضواء خليفوا خامس ويالله بيوم بيوم بيتعلم يعني مثلا أنا أذكر أستاذ طاه إنه لما كان في مشكلة طلاب اللغة التركية راحوا شو عملوا صاروا ياخدوهم مثلا قبل نهاية الدوام ساعتين يعني يحضروا ياخدوهم يكثفون تعليم في اللغة التركية من أجل أنه يسرعوا بالالتحاق يعني صار مثلا أنه أنت بتاخد عندنا ست حصاص خد أربع حصاص ورح نطلعك بعدين نعمل لك تكتيف في اللغة التركية حتى تلتها كثير من الأهالي كان يعترض يقول لك والله عم يروح على ابني دروس وشو بدنا نعمل بدروس اللي راحت عليه هو قلق أتفهمه لكن بذات الوقت أنه الأهالي ربما لعبوا دور بإفشال هذا النقطة ما رأيك بهذا الطرح دور الأهالي أستاذ بلال بهذا المحور ينقسم خلينا نقول إلى قسمين القسم الأول خلينا نعتبر الأهالي هما أسر أسر السورية والأسر التركية نعم كأسر السورية طبعا كأسر تركية خلينا نطلق بالأول بالأسر التركية من فترة تقريبا بال2018 و2017 عمنا دراسة بسيطة بمنطقة كناريا بكوتشو تشيك مجا دخلنا على شعبة طلاب صف أول فيها 40 طالب سألنا الطلاب الأتراك من منكم يلعب مع الطلاب السوريين طبعا بنفس الصف هم سوريين وأتراك منهم مثلا بالباحة يتعامل معهم أصدقاء أو كذا فلقينا من بين 40 طالب تركي ثلاث طلاب أتراك رافضين فكرة التعاون أو التواصل مع الطالب السوري انتقلنا بعد سنة انتقلنا بعد سنة لنفس المدرسة لاحظنا أن العدد صراحة تنزل صار عند تقريبا بالأربعين ما يقارب حوالي 17 أو 19 حالة احنا لنبحث بنفس الوقت نفكر أنه هذا الطفل طبعا الطفل صراحة من لا ممكن يتخذ قرار عنصري أو تمييزي تجاه قرينه من الطفل بغض النظر عن اللون أو العرق أو كيش كان المؤكد للأسف الشري أن الطفل في بعض الأحيان تأثر بمحيطه المجتمعي تأثر بأسر طبعا لاحظنا أنه في أهلي يعني أولياء أمور أتراك دائما للأسف يزرعوا أفكار تمييزية عنصرية إقصائية ببالة الطفل التركي أنه الطفل السوري لا تتعون معه الطفل السوري لا تتواصل معه لا تقل معه بنفس المقعد لا تطلع معه بالبعص على نفس المكان إذا شفته بالباحة حاولت تتفادع هنا الطفل التركي صراحة بدأ شوي شوي يأخذ أفكار أهله أسرته فتغذى عنده فكرة تمييزة فكرة عنصرية بالمقابل فنلاحظ أنه أحيانا الأهالي الأتراك مثلا للأسف الشريد هما نفسهم قدام الباب مثلا يصيروا يحكوا على الطلاب السوريين أنه أخذتوا مكان ولادنا بالمدرسة وعملتوا مننا أزمة وروحوا على بلادكم وكذا فهنا الطفل التركي قام يسمع تهجم أمه أو والدته أو حتى مثلا يرفع الطالب السوري فهو أيضا يصري يتهجم بالقابل الأسرة السورية للأسف الشريد لاحظنا بعض الأسر السورية وهذا الشيء طبعا كان سلبي أنا برأيه أطفال السوري نلتقينا معهم بالمدارس في مرحلة ابتدائية صغار يعني طبعا فتعرفوا هو السوري يكون بحارتك أو حدا ما أعرفك تحكي معه بالعربي ما يحكي معك بالعربي بالمدرسة وتعرفوا هو السوري طيب تسأله ليش يقول لك أستاذ أنا مثلا الماما أو البابا قالوا لي لا تحكي بالمدرسة عربي تماما هون أستاذي لمن الطفل يجي صراحة يعني الأهل لا تحكي بالعربي ولا تنظر لنفسك أنك سوري ولا توضح نفسك أنك سوري صراحة هنا هو يعني ينسلخ بنفس الوقت مثل ما الطفل التركي للأسف تم تعليم أو تلقينه أفكار خطأ أيضا الطفل السوري صراحة راح ينظر لهويته الوطنية أنه أنا السوري طيب معنا شيء سيء في عندي مشكلة في عندي مشكلة معتها خلينا نسلخ منها هاي الأفكار للأسف بين الأسر السورية والتركية خاطئة أنا برأي يعني لكن متزايدة أم بلشت نوعا ما أستاذ بيلال دائماً واقع حالة اللجوء السورية سواء كان بتركيا أو حتى سواء كان بأي دول أخرى مرتبط صراحة بالتغيولات السياسية اليوم نحن على أبواب انتخابات يعني قربت الانتخابات التركية ممكن تكون بعد فترة قريبة ممكن تكون بموعدها فكلما قربت الانتخابات الشحن المجتمعي صراحة قايم زيد الحالات خلال الفترة الأخيرة زادت لكن نحمد الله أنه خيرنا نقول المدارس وقفت ولا يحمد على وباء ولكن صدقاً يعني خفت بموضوع عدم انتزامة الله بالدوام بسبب الكرة يعني لعله سبحان الله كل شر فيه العديد من الخير بإذن الناس سبحانه وتعالى نحن لأنه تداركنا الوقت أستاذي دعني فقط أختم بسؤال السنة القادمة لعله سيستمر تعليم عن بعد أيضاً وتعليم وجهاً لوجه أستاذي كريم هل تم وضع خطاط الدمج رغم ضمن هذه الأزمات والتعليم وكورونا إلى آخر موضوع ملف الدمج طلاب العرب طلاب سوريين تحديداً عم ينشغل عليه مو حل المشكلات العالقة وإنما فكرة الدمج بداية أستاذي حالياً فكرة الدمج بشهر شباط في هيئة اسمها سورماجلر بلاتفورمو سورماجلر بلاتفورمو هي عبارة عن هيئة حقوقية تركية حوالي 17 منظمة حقوقية تركية طبعاً صراعاً هي أعلى الهيئات الحقوقية الحالياً فعالة بقضايا اللاجئين نعم كعضاء مؤسسين لهذه الهيئة التقينا مع مدير التعليم بإسطنبول مدير العام أيضاً صار فينا لقاءات مع وزارة التربية التركيز حالياً في العام القادم في حال عادل سلك خيرنا نقول التعليم بما هو عليه يعني تدريس تعليم عارف أو مباشر موضوع الدمج طلبنا بشكل صراحةً مؤكد ما يتم فقط تطبيقه على الطرف السوري وإنما عندنا مشكلة حتى عند المجتمع حتى عند المدرس التركي أحياناً أحياناً مثلاً احنا شفنا حالات المدرس التركي للأسف بعض المدرسين الأتراك الطفل السوري التركي الصوفي يتعامل يعني صراحةً نوعاً ما بدونية كذلك للأسف في الشريط بعض الإدارات بعض الإدارات تتعامل بعنصرية مو بس مع الطالب مع الأستاذ حتى مع الأستاذ السوري طيب أنا اليوم كمدرس بالمدرس لما يجي شخص مثلاً بالمدرس يتعامل معي بدونية الطفل السوري أنا لما يكون موجود بالمدرس راح ينظر طيب هذا الأستاذ ياخير سوري مثلي وهناك تجاوب هذا التجاوب لا بد منه نقطة أساسية بتركيا أستاذ بيلالكولية نعرف أنه أحياناً موضوع العمل الإداري بتركيا جداً يعني خيرنا نقول طويل وبيروقراطي بيروقراطي جداً سلطة المكاتب بيروقراطي للأسف في الشيء أستاذ طاهل غازي الناشط في قضاء حقوق الهجئين والموظف في مدرية التربية بمنطقة كتوكتوكتوك شكراً جزيلاً وأكيد لنا لقاءات أخرى نتحدث آخر التحديثات في هذه الملفات إن شاء الله عزيزي المتابعين والمتابعات بهذا نكون وصلنا وإياكم اليوم إلى نهاية حلقة صباحك ميسك إن شاء الله يا رب صيام مقبول وإفطار شهي وعادتنا في كل يوم جمعا لا ننسى قراءة سورة الكهف والإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم نترككم في معية الله كان معكم بيلال صالح وورد وفل وقطعة سكر وكأس من الشاي حلو لذيذ بنعناع أرضي بلادي معطر صباح لغائحة الهاري تذكي حنينا بصدر الشباب المهجر وسحع الأناط لأنساب عشق سميت وجبن وخبز محمى صباح بطعم جديد لدينا لكم فيه ما تشتقونا وأكثر موسيقى مسكو عمت على هالراي لمحبتنا أحلى حكاية إذا الطب بجرح وهم إذا تغني فرحة للم إذا ترسع مكرة أحلى خطتني الأيام الجاي موسيقى 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 مع مصر يومك مش عادي